طيب يا شباب طبعا أنا غيرت اللي هو الاسم بتاع الفيديو لو متذكرين الفيديو الأول كان بعنوان فقلت يعني عشان الفيديو ما يدي دلالة إنه يعني دفقت بمثابة الانترودكشن فقلت أحسن إنو أنا غير الاسم إلى ويعني صراحة دي هو المحتوى اللي أنا أصلا قاعد أتكلم عنه الآن ودي الحاجة اللي أنا شايفة إنه يعني مناسبة تكون كعنوان للفيديو في الفيديو الأول كانت كلمنا عن مجموعة من المواضيع فور إجزامبول بديناها ب اللي هي مغدمة عن ما هي أو ما هو النيبوش IGC أو بمبوك إجزام أيضا كان يعني شرحنا يعني إن جنرال ما هي طريقة وطبيعة الأزئلة اللي قاعدة تجيه لانتحان النيبوش أو بمبوك إجزام وإن شاء الله في الفيديو دي يعني هنديكم مثال أو بعض الأمثلة لكيفية الأزئلة وكيفية الحلول بتاعتها وأيضا كانت كلمنا برضو في الفيديو السابق عن أهمية ذكرى المراجع أو الريفرس اللي انت استعنت بهها في خلال حلت للاختبار وكان جاوبنا على سؤال إنه هل هناك عدد كلمات محدد للاختبار ولا لا؟ فإن شاء الله اليوم حنواصل بغية المواضيع بتاعتنا وحنجاوب برضو على عدد من الأسئلة اللي بتتبادر لأسهان عدد كبير جدا من الأشخاص وذي ما ذكرنا برضو حندي بعض الأمثلة للأسئلة اللي بتجيه في النيبوش وحنشرح لكم يعني كيفين تجاوب على الأسئلة ديه ححاول بغدر الإمكان إنه أنا أكمل سلسلة الفيديوهات ديه في الفيديو ديه يعني بدل إنه تكون عدد كبير جدا من الفيديوهات فلو قدرت كملت الموضوع دا اليوم أوكي ما قدرت حنعمل تاني بار 3 بالنسبة للسلسلة بتاعتنا فخلونا نبدأ ونواصل طيب نجل السؤال اللي بعده اللي هو مدة الإجابة على الاختبار طيب كلنا عارفين يا شباب إنه الاختبار مدة 24 ساعة إنت عندك 24 ساعة تجاوب على الاختبار وبعدين ترفق ورغة الإجابة بتاعتك للنيبوش طيب النيبوش بالتحليك إنك تدخل وتعمل داولود لورغة الإمتحان بالإضافة إلى ورغة الإجابة في اليوم المحدد الساعة التزعة بتوقيت لندن يعني حتى لو شايفين الجملة ديه الامتحان بيبدأ الساعة التزعة بتوقيت لندن وبينتهي الساعة التزعة بتوقيت لندن فما عليك إلا أنت بعدين تشوف بغض النظر عن الدولة اللي أنت موجود فيها الساعة التزعة بتوقيت لندن في التوقيت بتاعتك أنت بدعادل الساعة كم؟ يعني مثلا عندنا هنا في السعودية الساعة تزعة مثلا غد تعادل الساعة 12 أو 1 ضغرا في السودان برضو في الحدود ديه وهكذا فإنت بس بتقوم بتعمل تحويل للزمن طيب طبعا أنا هنا كاتب إنه from 6 August لأنه الباوربوين داية كان أنا عملته للشباب اللي امتحنوا في 6 أغسطس فعشان كده كنت أنا كاتب 6 أغسط طيب خلينا نتكلم شوية حول الـ 24 ساعة ديه طبعا of course يعني ليس عليك العمل طوال هذه المدة إنت ما حكيلا لامتحان في ظرف 24 ساعة طيب قبل ما أنا أديك نصائح في الـ 24 ساعة ديه خلينا نجاوب على سؤال معين سؤال دائما الناس قاعدة تزألهم إيش معنى النيبوش حددت 24 ساعة للـ Open Book Exam؟ هل لأنه الاختبار صعب؟ الإجابة هي لا هل لأنه مثلا الـ 24 ساعة ديه غد تكون كافية؟ طبعا الـ 24 ساعة كافية وزيادة يعني لو رجعنا لليه تعليمات النيبوش بتقول ليك 4 إلى 5 ساعات فقط كافية جدا إنك إنت تحل الامتحان ديه طيب إش معنى الدونة 24 ساعة؟ أولا إنت ما فاضي إنت شقال إنت عليك دوام تمام؟ فما كل الناس فاضية عشان تجي مثلا تحل الـ Open Book Exam في مدة زمنية قدرها 4 إلى 5 ساعات زي ما ذكر تنيبوش الحاجة الثانية المتدربين نفسهم موجودين في دول مختلفة في مناطق زمنية مختلفة عندهم ارتباطات بالعمل عندهم ارتباطات مع العائلة يعني مثلا زي ما قلت لك الساعة 9 بتوقيت لندن ممكن أنت عندك تكون الساعة 8 دولة أخرى تكون عندها ساعة 10 دولة أخرى ساعة 2 ثلاثة أو هكذا فعشان الموضوع ده كل النيبوش حددت 24 ساعة 24 ساعة تاخد فيها زمنك وقتك راحتك كل حاجة وبعدين انت كافية جدا في خلال 24 ساعة دية انك انت تسلم الاختبار بتاعك وذي ما ذكرت النيبوش ذكرت انه انت لو جلست جلسة واحدة للاختبار ويعني ظبطت أمورك وكده والموضوع ده كله النيبوش ذكرت انه 4 إلى 5 ساعات كافية جدا انه انت تجاوب على الاختبار وتعمل Submission للآن Star Shield في البلاتفورم بتاعة النيبوش ودائما النيبوش بتقول ليك ما تنسى اهتم بنفسك اتغذى كويس نوم كويس وغيرها من الاشياء لانه يا شباب الحاجة اللي لاحظنا ليها انه الناس دائما بتكون متوترة قبل الاختبار الواحد تلقاء يعني ممكن جلسة واحدة يجلس أكتر من 8 ساعات فقط في ورغة الإجابة وكده ما كويس يعني حاولوا خد راحتك مثلا اجلس ساعة ساحتين ثلاثة ساعات أخذ لك راحة ثاني تعال وهكذا طيب التعليق اللي موجود تحدي يا شباب هو تعليق احد الشباب يعني امتحنوا امتحان النيبوش اوبا بوب اكزام انا نقلت التعليق بتاع الطالب كما هو بدون زيادة او نقصان لانه انت احيانا لما تسمع المعلومة يعني ده المبدأ الان ما اشيبهو انت لما تسمع المعلومة من طالب زيك كده او طالب مثلك امتحن نفس الاختبار يعني نوعا ما قد تطمئن للمعلومة يعني ما زي لما نقول اليك مدرب فالطالب ده ذكر قال الحمد لله ما اخذ مني اكثر من خمسة ساعات فبالتالي يا شباب نقدر نستنتج من الموضوع دي انه الزمن كافي جدا اللي هي الاربع وعشرين ساعة طبعا يعني مرات كثيرة جدا قاعد يحصل دروب في السيستيم لانه بكون اللود عالي على السيستيم بتاع النيبوش يعني حصلت مرتين يعني بتذكر في احدى امتحانات النيبوش الناس ما قادرة تدخل للبلاتفورم الناس ما قادرة تنزل ورغة الاجابة حتى النيبوش رسلت ايمير رسمي لكل الطلاب الممتحنين واعتذرت لهم ومدت لهم الاختبار لليوم التاني تقريبا تمانية الى عشرة ساعات فبالتالي حتى ولو ما قدفت تدخل للاختبار كان في خطأ فني ما منك انت من اللي هما ناس النيبوش فبعدين انت يعني ما ستحاسب على الموضوع بالعكس النيبوش قد تعوضك على الزمن الضاية طيب حاجة ثانية يا شباب بعدين يعني انا بس دار اقول النصيحة دي لانه خايف انساها حاول بغدر الامكان انك تستعمل جهاز واحد انك تستعمل جهاز واحد يعني مثلا دار تستخدم لابتوب دار تستخدم موبايل كده فلو قدت كل مرة تدخل بجهاز جديد ومثلا الآن انت دخلت بالموبايل بتاعك كنت في المنطقة الفلانية بعد بساعة واحدة ثانية مثلا دخلت بالكمبيوتر في مكان آخر بعدها بستة ساعات دخلت باللابتوب في مكان آخر فالموضوع دي تغيير الاي بي بتاعك والاشياج كلها من الممكن انها تسبب لك مشاكل مع النيبوش وتحتضرها حالة غيش يعني انه انت بتدي حسابك لشخص آخر في مناطق مختلفة غير كده يعني تظل مجرد يعني خلينا نقول قاعدة لا اساس لها من الصحة ولكن خليك دايما في السليم طيب خلينا يا شباب نجي نتكلم بالتفاصيل عن الانصر شيت يعني الانصر شيت او ورغة الاجابة اللي انت حتجاوب عليها الاختبار هي واحدة من الاشياء المهمة جدا ودايما يعني الطلاب ما قاعدين يدرسوا الانصر شيت او المدرب ما بيشرح للطلاب شكل الانصر شيت اصلا بيكون كيف لانو الانصر شيت عندها مواصفات الانصر شيت انت بتعبيها بمعلومات معينة الانصر شيت مفروض انت سميها مسمى معين فالمدرب بتاعك لازم يوضح ليك المعلومات دي كلها على ساسينه بعدين انت لما تيجيك الانصر شيت الموضوع بالنسبة لك يكون تاهل ما بعدين لحد ما تيجيك الانصر شيت وتبدا تحرك التلفون طبعا انصر شيت اللي هي ورغة الاجابة اللي انت حتجاوب عليها يعني انت بعدين ما تنتظر لحد ما تيجيك ورغة الاجابة وتبدا تحرك التلفونات اها يا شباب دي انا عبيها كيف انا اعمل شنو والاشياء دي كلها فانا هحاول بصورة سريعة اللي هو اشرح بعض المعلومات حول الانصر شيت في الفيديو الاول يا شباب انا ذكرته لو في واحد حضر فيكم الفيديو الاول أنا ذكرت أنه أنت ما أسمح لك تستعمل الأنصر شيد بتاع النيبوش وفي نفس الوقت ما أسمح لك تستعمل أي طريقة أخرى أنت شايفة مناسبة عشان تجاوب بيها على الامتحان الكلام ده معناه شنو؟ أنت لما تدخل البلاتفورم أو منصة النيبوش بتعمل داولود لحاجتين بتلقى فيها ملف بي دي اف دي هو الإجزامة والامتحان باللغة العربية والانجليزية على حسب اللغة اللي أنت مسجلبها للاختبار وحتلقى معاها ملف بتاع وورث غابل للتعديل اللي هو بيسموه الأنصر شيد عرضتوا ليكم في الفيديو الأول وهاجي أعرضوا ليكم مرة تانية في الفيديو التاني داية طيب الانصر شيد أو الملف بتاع الورث دي قابل للتعديل يعني مثلا مكتوب فيه هو السؤال الأول ما هو الحل أنت عن طريقة كيبورد بتبدأ تكتب في المكان المخصص في الانصر شيد إنه دي هي إجابة السؤال الأول طيب في نفس الوقت أنت ما مجبر إنك تستعمل الانصر شيد دي يا شباب يعني بسموح لك إنك تحل الامتحان دي بخطة اليد ممكن تقول لي كيف يعني عديل كده تجيب ليك ورقة A4 وتبدأ تكتب اللي هو مثلا السؤال الأول تبدأ تحل مثلا أخذت معك صفحة ونص صفحتين وهكذا السؤال التاني وهكذا تحل الاختبار كله في اللي هو ورقة A4 بخط اليد وبعدين تصور الإجابات بتاعتك دي وترفيقها للنيبوش أو تشوف ليك طريقة تانية مثلا تشوف ليك ملف بتاع وورد في الكمبيوتر تصمم ليك إنت ورقة إجابة خاصة بيك وبعدين إنت ترفيقها للنيبوش وهكذا دي كل الخيارات دي متاحة لك ولكن أنا ما بنصحك إنك تعمل الأشياء دي أنا بنصحك إنك تستعمل التمبليت بتاعة النيبوش يفضل وينصح إنك تستعمل نفس الأنصر شيت اللي جايات من النيبوش طيب السؤال لماذا؟ ليه أنا يفضل إنه أستعمل الأنصر شيت اللي جاياني من النيبوش؟ أولا مشكلة الخط وما الخط ما كل الناس خطها واضح على فكرة يعني ممكن إنت الليلة تكتب بخط اليد وتصور الورقة دي وترفقها للنيبوش بعدين المصحيح ما يقدر يقرأ كلامك ما يقدر يقرأ كلامك معناه حيديك صفر أكيد يعني أنا حاجة ما قادر أقراها ما حقدر صحيحها يعني أديكم مبالغة يا شباب طبعا الامتحان غديما النيبوش IGC كان written paper في البريتش كالسل زي ما ذكرت أو في المحة المعين المحتمد من النيبوش فكاني تبكون عندك ساحتين أو ساحتين ونص لو ما كنت native speaker يعني أول الإنجليش بتاعتك هي المذر تنك بتاعتك فعندك ساحتين ونص في خلال الساحتين ونص دي بدوك الامتحان وبدوك ورقة الإجابة وتبدأ تحل بخط اليد طيب أنا امتحطت النيبوش IGC يعني في الهند طيب الهنود دائما مشهورين إنه الخط بتاعهم جميل جدا وأنا ما شاء الله يعني أعجبك يعني زي ما بقوله خطي زي وشي أنا خطي ما جميل فلدرجة إنه المحة دلي أنا امتحنت فيه النيبوش IGC بتذكر نصحني قال لي يا أخي أمشي أنزليك كورس بتاعت تحسين خط طبعا ده ما معنى بإنه أنا خطي شين لا أنا خطي شين مغارنة بالهنود اللي موجودين هناك يعني الهندي لما يجي يكتب ليك كلام باللغة الإنجليزية يعني تقول ما شاء الله ده كلام مطبوع ما كلام مكتوب بخط اليد فأنا كنت بفكر حرفيا إنه أنا أنزل كورس لتحسين الخط عشان بعدين الموضوع ده يساعدني في مكيحان النيبوش IGC ولكن الحمد لله يعني ما نزلت أنا ليه بحكي ليك الكلام ده عشان أقول ليك إنه الخط غد يؤثر على نجاحك في النيبوش IGC خصوصا إذا كان خطك جميل زي كده يعني طيب دي السبب الأول عشانه نحن بنفضل إنه أنت تستعمل الانسر شيد بتاعة النيبوش ليه؟ لأنه أنت هتكتب عن طريق الكمبيوتر يعني فما في داعي إنك تكتب بخط يدك السبب الثاني دقة التصوير أثناء رفع الإجابات خلينا نفرض إنه أنت جبت ورق A4 وبديت تحل الإختبار طيب حليت الإختبار في عشرين صفحة مثلا وجبت الكاميرا بتاعتك وبديت تصور العشرين صفحة دي كلها صفحة 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 طبعا في بعض الكاميرات الدقة بتاعاتها عالية جدا يعني الصورة واحدة قد تكون عشرين ميجا باي فإنت يعني خلينا نقول لو صورت عشرين صورة أضرب عشرين في عشرين شوف دي بتكون معاكم وبالتالي السيستم بتاع النيبوش ما بيقبل ليك العدد الكبير من الميجا بايسات دي حجم الملفات يا شباب بتاعة النيبوش أو السيستم بتاع النيبوش مفروض ما يدعد 100 ميجا بايس فإنت لو عامل بخط اليد والكاميرا بتاعتك دقة عالية وبديت تصور يعني لو صورت لي خمسة صفحات بس خلاص أنت كده وصلت يعني حجم الملفات اللي أنت مفروض ما تدعداه ولكن برضو لو أنت مصير أنك تستكتب بخط اليد بقول ليك أكتب وبعدين صور وبعدين في برامج بالصقر اللي هو الحجم أو الصيز أو جوضة الصورة فممكن أنت بعدين ما اسموح لك أنك تستخدم البرامج ديها إذن يا شباب المعلومة بتقول إنه حجم الملفات بتاعة النيبوش مفروض ما تتجاوز أو الحجم بتاعه لا يتجاوز 100 ميجا بايس فبالتالي أنت لو استعملت الأنصر شيد بتاعة النيبوش كلها ممكن ما تفوت لها واحد اثنين ميجا بايس على بيك طيب في معلومة تانية لو أنت داير يعني زي ما أنا ذكرت قاعد تصور وكده بسموح لك إنك تعمل عدد 20 أبلود يعني خلينا نفرض إنه أنا صورت 21 صورة ودار أجي أعمليها أبلود عند النيبوش ما حتميش النيبوش بسموح لك كماكسيمم إنك تعمل 20 أبلود الملف الأول الثاني الثالث الرابع وهكذا وحتى النيبوش كل مرة بسموح لك إنك تعمل أبلود لملف واحد فقط فبالتالي أنت بعدين لو دا تكتب بخط اليد يفضل إنك ترقم الصفحات بتاعتك دي الصفحة واحدة اثنين ثلاثة إن شاء الله حليت الامتحان في مية الصفحة رقم الامتحان من صفحة واحد إلى صفحة مية بعدين المية الصفحة دي كلها دخل في ملف واحد وأرفع مرة واحدة بحيث إنه الملف دا ما يجاوز المية ميجا بايس فعشان كده يا شباب تلافية للموضوع كله الأنصر شيث بتعمليها أبلود مرة واحدة والسلام عليكم لا عشرين أبلود لا مية ميجا بايس لا يحزنون طيب إذن دا باختصار بعض المعلومات حول الأنصر شيث يا شباب ما اسموح ليك بعدين إنك تعمل أبلود في البلاتفورم للنيبوش الملف سواء كان بي دي اف أو سواء كان ملف بتاع وورد أو سواء كان مثلا كصورة كل الصيغة اللي ظاهرة قدامك دي السيستم بتاعني بوش يعني بيقبله لنا طيب قبل ما نبشي ليه قدام خليه أعرض ليكم اللي هي مثال الأنصر شيث اللي أنا قاعد أتكلم عنها دي طيب يا شباب دي هي الأنصر شيث اللي بيتيجي من النيبوش زي ما ذكرتليك بييجي ملف بتاع وورد ملف بتاع وورد غابل للتعديل تمام يعني غابل للتعديل كيف طيب حاجة أتكلمه هو الحاجة بعد شوية عن الصفحة الأولى من الأنصر شيث وهي صفحة مهمة جدا لأنه بتحتوي على التفاصيل الأساسية بتاعتك لكن دار أوريك مثلا دي هي مثلا التاسك نمبر ون دي التاسك نمبر تو وزي ما أنا ذكرت قبل كده يعني التاسك الوحدة أحيانا غد تتفرع فدي التاسك نمبر تو كويتشن اي تاسك نمبر تو كويتشن بي وهكذا فما عليك إنت بعدين إلا تفتح الملف مثلا وتبدأ تكتب مثلا فخلينا نفرض إنه أنا الآن قاعد أبدأ أجاوب تمام حابدا أكتب وكل ما بديت تكتب الملف حيكبر معاك وهكذا وهكذا لحد ما تكمل إجابة اللي هو التاسك نمبر ون بالنسبة للسؤال الأول خلصتوا بتمشي للتاسك نمبر تو وهكذا طبعا حاجة أتكلم بعض شوية عن عدد الكلمات وإنه كيف أنا أحسب عدد الكلمات والأشياء دي كلها طيب خلينا نرجع للملف بتاعنا طيب للتذكير يا شباب ده بعض الكلام اللي مذكور من النيبوش واللي أنا شرحته قبل شوية دالك بلس نوت ذات 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 فالسايد للمت إز 100 ميجابايت إن توتال النيبوش مفروض إن تهجم الملفات بتاعتك ما تتعدى 100 ميجابايت زي سيستيم كامنط أكسيب أنيث ذات إكسيد ذي السيستيم ما بيقبل 100 بوين واحد ميجابايت ما حيقبل لك طيب الحاجة التانية ذي ما ذكرنا إذا فأنت إذا فقمت أملي ملفات إذا فقمت أملي عن الملفات قصور أو كغيرة لا يجب بلس فقمت أملي مجابايت المميجابايت وماكسيب فى المملكات المتعروض إليس لك أخصى عدد من الملفات من المرات ما أسمح لك تعمل أبلود 20 واهكيد يعني بلس اعلقظة أي ترى قوناة أبل 24 الكلام ده معناه وشنو؟ طيب أنا أحياناً قد أرفق ورغة الإجابة ويعني جل من لا يخطي يعني جل من لا ينسى أنا اكتشفت إنه أنا رفحت الملف الغلط قمت تاني حاولت أمسح الملف مثلاً ورفحت الملف الصح وهكذا فالموضوع ده ممكن يعمليك لخبة عشان كده النيبوش بتقليت احرص إنك تمسح أي أبلوت إنت شايف إنه إنت عملت بالغلط أو وتيفر يعني قبل الأربع وعشرين ساعة تخلص والأشياء دي كلها متاحة لك إنك تعملها سواء كان عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق الابليكيشن لكن زي ما ذكرنا الابليكيشن في بعض الخصائص ما موجودة فيه عشان كده نحن بننصحك إنك تستخدم لينا اللي هو دايماً الكمبيوتر طيب في الأنصر الشيط اللي أنا عرضتها لك قبل شوية وهأعرض لك تاني موجودة المعلومات الأساسية في أول صفحة في ورغة الإجابة مفروض إن تدعب بيها بالمعلومات الأساسية والمعلومات الأساسية يا شباب مع إنها بسيطة وسهلة جداً لكن برضو هي من الأهمية بمكانك يعني أنا بتحير جداً لما نتصل عليه طالب يقول لي يا أخي الصفحة الأولى من الأنصر الشيط أنا أكتب هنا شنو؟ في النيبوش ليرنر نمبر أنا أكتب شنو؟ في الليرنر بارتنر ديتيلز أنا أكتب شنو؟ أكيد يعني دي ما وقت بتاع أسئلة فإنت لازم تكون عارف الأشياء دي كلها يعني قبل الإختبار طيب خلينا نعرض لكم مرة ثانية الأنصر الشيط طيب دي هي الأنصر الشيط يا شباب اللي بتجي من النيبوش طيب حتى هنا مكتوب فيها إنه الامتحان ده available for 24 hours إنه الاختبار دي متاح لمدة 24 ساعة هنا بيقول لك لازم تكتب التفاصيل بتاعتك الأساسية ألا وهي الليرنر نيم الاسم بتاعك إنت اسمك منه والله مثلا أنا خالد عطل منان محمد طيب اسمك الحاجة الثانية النيبوش ليرنر نمبر النيبوش ليرنر نمبر ده عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن رغم بيجيك إنت من النيبوش إنت لما تسجل لي امتحان النيبوش النيبوش بيرسليك رغم بيقول لك ده يا مثلا خليني احتفروا رغم الجلوس بتاعك النيبوش بيد عامل معاك إنت كأرغام ككود ما بيد عامل معايا أنا كخالد حتى بعدين أنا لو دأسي إنت الآن لو دأت تواصل مع النيبوش عندك معاهم أي تفاصيل ما بتقول لهم والله أنا خالد عطل منانو أدار لا والله أنا الستيودت نمبر بتاعي كذا عشان بعدين هما على طول بدخلوا الستيودت نمبر بتاعك في السيستيم ولو في مشكلة أو يحاولوا يحلوا ليك المشكلة بتاعتك فبعدين ما عليك إلا تكتب الستيودت نمبر بتاعك اللي جاءك من النيبوش مثلا خلينا نقول الستيودت نمبر بتاعي كان واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تزع دي هو الستيودت نمبر اللي أنا جاني من النيبوش طيب الحاجة الثالثة اللي مفروض انك تدعب بيها الليرنر بارتنر نيم أول اسم بتاع شريكة تعلم اللي هو باختصار اسم المحد اللي انت اللهم صلي على محمد امتحنت فيه أو اللي انت سجلت فيه وللاختبار يسمى بالليرنر بارتنر نيم لازم تكون عارف حاجتين الحاجة الأولى الرغم بتاع الليرنر بارتنر واسمهم زي ما انت عندك كود رغم معين عند النيبوش أي ليرنر بارتنر عندهم كود يعني مثلا في ليرنر بارتنر اسمهم ABC النيبوش الكود بتاعهم 1874 هتكتب 1874-ABC خلاص كده انت عبيت المعلومات الأساسية الاسم بتاعك الستيودت نمبر أو الليرنر نمبر بتاعك من النيبوش بالإضافة إلى الليرنر بارتنر نيم اللي هو بالإضافة إلى الرغم بتاعهم طيب هنا في التامبلت نفسها مكتوب ليك حاجة مهمة جدا أورادي أنا تكلمت عنها قالت please note if you decide not to use this لو انت غررت انك ما دار تستعمل ورغة الإجابة you need to include the same information on your submission نفس المعلومات الفوق دية انت تكتب علينا في ورغة الإجابات اللي انت عاوز تستخدمها ورغة A4 ملف بتاع Word عندك في الكمبيوتر كلها لازم تعبلينا فيها نفس الinformation اللي هو مثلا اليونت كود بتاعتك طبعا نت هنا الامتحان بتاعت ده اللي هو الIG1 the examination date زي ما هو مكتوب هنا عنده الexamination date كان مثلا زي ما أنا ذكرت لك ده هو الاختبار بتاع النيبوش 6 August 2020 your name اللي هو الاسم بتاعت نيبوش ليرنر الرغم أو الكود الستيوت نمبر بتاعك والليرنر بارتنرس نيم المحد بالاضافة الى page numbers for all pages ارقام الصفحات لكل ورغة الاختبارات وهكذا طيب دي النقطة الاولى خلينا نرجع للملف بتاعنا بتاع الباوربوين وشوية كده وحنجي راجعين مرة تانية اذا يا شباب باختصار الصفحة الاولى your name زي فرضا انه انا اسمي خالد عطل منان النيبوش ليرنر نمبر بتاعك صفر صفر خمسة وطيفر والليرنر بارتنر بيتيلز زي ما ذكرت فلو في شركة معينة او محد اسمه ABC اسمي خالد عطل منانيبوش او محدد عطل منانيبوش موجود عندهم حتى ولو دايرة الليرنر نمبر بتاعك انت او الستيودة نمبر بتاعك خلينا نفرد انو انت نسيت او انو انت عملت اي شيء يعني ارجع للمحد بيدوك ليو فالنيبوش قالت please make sure that to take the above detail from the institution you are registered with طيب في تاني يا شباب حاجة مهمة جدا وبرضو محتاجة منك تركيز يعني شوف سبحان الله نحن الآن قاعدين نتكلم عن الأساسيات الحاجة المهمة يا شباب ألا وهي تسمية ورقة الإجابة يعني انت لما تعمل داولوت لورغة الإجابة من موقع النيبوش النيبوش بتقول ليك سميها لينا اسم معين فلازم تكون عارف الاسم المعين اللي عوزاه النيبوش داي عندها طريقة معينة معظم الناس ما بتكون عارفة الطريقة دية وبالطريقة دية انت بعدين لو ما سميت ورقة الإجابة بنفس الطريقة لذكرتها النيبوش يعني الموضوع دا قد يسبب ليك يعني أنا ما أظن إنه يسبب ليك مشكلة ولكن غد يسبب طيب أنا مفروض أسمي ورقة الإجابة كيف شباب نحن بنتكلم عن تسمية الملف نفسه يعني انت بعدين قبل تعمل أبلود للأنصر شيد بتاعتك للنيبوش مفروض تغير اسم الملف طيب تغيروا كيف أنا حقول الكلام بالعربي وهاشرح الكلام داي الموجود باللغة الإنجليزية أول حاجة اسم العائلة بتاعتك بعدين تكتب اسمك الأول بعدين تعمل كوما بعدين تكتب النيبوش ليرنر نمبر اللي هو الكود بتاعتك أول سيدة نمبر بتاعتك تعمل كوما بعدين تكتب اسم المحد دا تسمية الملف من الخارج يعني النيبوش قالت انت حتسمي كيف your sure name بعدين your first name طبعا ده هو اسم العائلة بتاعتك هو الاسم الأخير بعدين الفيرس name الاسم الأول بتعمل كوما بعدين بتكتب النيبوش ليرنر نمبر بتاعك أو الكود بتاعك انت اللي جايك من النيبوش بتعمل كوما عشان تاني بعدين اللي هو your learner partner name اسم شريك التعلم طبعا كل التفاصيل دي تحت اكتبه باللغة الإنجليزية طيب خلينا ناخد مثال يا شباب مثال حي للموضوع خلينا فلنفرض انه عندنا احد الاشخاص اسمه محمد الغحطاني قالت for example كمثال اليرنر محمد الغحطاني احد المتدربين اسمه محمد الغحطاني محمد الغحطاني اليرنر نمبر بتاعه اللي جاه من النيبوش with the learner number واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية محمد الغحطاني اخذ دورة النيبوش مع محة خلينا نسميه خالد حلوة خالد دي طيب قال لك who has taken their course with the learner partner called خالد طيب في الحالة دية انت حتسمي ورغة الاجابة بتاعتك كالتالي اسمك محمد الغحطاني محمد الاسم الاول الغحطاني هو الشورنيم او الاسم الاخير بتاعك او اسم العائلة فحتكتب الغحطاني في البداية بعدين تكتب محمد الاسم الاول زي ما ذكرنا بتعمل بعدين بتكتب الليرنر نمبر بتاعت دي اللي جايك من النيبوش من واحد لثمانية بعدين اسم المحد اللي هو خالد وكده خلاص انت سميت اللي هو الانصر شيب بتاعتك موضوع سهل وبسيط فقط محتاج منك يعني شوية تركيز فلو رجعنا برضو للانصر شيب اللي جايانا من النيبوش برضو مذكور فيها الكلام دي انو قالك please save your complete answer document with your sure name your first name نيبوش لرنر نمبر and learning partner name وحتى هنا كاتب لك for example انو احد الاشخاص اسمو دومينيك فلان الفلاني اخذ الدورة مع محد اسمو فلان الفلاني وبيشرح لك الحاجة دي طيب بتمنى يا شباب انو النقطة دي تكون وضحت بالنسبة للطلاق اذا دي هي الطريقة يعني اللي انت بعدين حتسمي بيها الملف بتاعك بتاع الورد او الملف بتاعك بتاع الصور او الملف بتاعك بتاع البي دي اف في بعض الطلاب بيحول الصيغة بتاع الملف اللي جاتوا من النيبوش بيحولها لصيغة بي دي اف وبيرفعها جزء تاني بيرفعها اللي هو على صيغة ملف بتاع وورد لكن كلها بالنسبة لي انا واحد يعني ما فرقت بس هاما حاجة تسمي الملف بنفس الطريقة اللي ذكرناها طيب ده هنا نفس الكلام اللي ذكرناه انو اسم الملف بتاعك يكون كالتالي اسمك الاخير اللي هو بن غسين اسم العائلة بعدها اسمك الاول بعدين الرغم اللي جايك من النيبوش بعدين اسم الليرنر بارتنر بتاعك وزي ما ذكرنا كل الاشياء دي انت ممكن تشيلة من المحك طيب خلينا نمشي للصفحة اللي بعدها الصفحة اللي بعدها برضو انا عدتليك معلومة قدتها انا في الفيديو الاول لازم تطلع على بعض المستندات وفي النقطة دي لو دار تعرف اكتر عن كيف تعمل upload لورغة الاجابة وكيف الاشياء دي كلها افتح حاجة اسمها نيبوش open book examination technical learner guide فالحاجة دي موجودة في موقع النيبوش ممكن تعمليها download او لو انت بتحضر الفيديو دي من الصفحة بتاعة الHSC training على اليوتيوب ممكن انا اخدت لك الرابط بتاعة تحميل الملفات دي ولو بتحضر الفيديو دي من جروب سوداني HSC practitioner برضو ممكن اخدت لك الرابط في التعليغات فمن المهم جدا انك تطلع على المستندات انا الان بديك ملخص للاشياء برضو انت لازم you have to do your homework طيب نجل السؤال اللي بعده اللي هو يعتبر بمثابة الاسئلة المهمة جدا وبتتكرر كثير جدا يعني واحد بيسألني يا اخي حاليا امتحان النيبوش الopen book exam بيقى سهل ولا بيقى اكثر صعوبة طيب انا عشان اجاوب على السؤال دي في معلومة انا مفروض اوصل اليكم قديما يا شباب امتحان النيبوش لما كان close book لما كان عبارة عن written paper في البريتش council او في المحد كان يعني خلينا اوريك كيف الناس كانت بتنجح الواحد بيجيب الكتب بتاعة النيبوش بيخدتها قدامه بيقعد whatever شهر شهرين ثلاثة اربعة خمسة شهر بيقعد في الكتب دي بيحفظ الكتب دي على ظهر غيب تمام يعني حتى ولو انت ما عندك علاقة بالسيفتي حفظت الكتب دي يعني بس فقط يكون عندك قابلية للحفظ مشيئة امتحنت الامتحان بيزألوك سؤال اجابته موجودة في الكتاب السؤال الأول مثلا اذكر كذا تعال طول عارف الاجابة او ما هي البريكوشن مثلا بتاعة الاسكافيجن ما هي البريكوشن بتاعة الليفتين ما هي مثلا البريكوشن بتاعة الفوركليفت ما هي وهكذا فبالتالي كانت الاسئلة دايركوشن او الاسئلة مباشرة فكان اي واحد بيحفظ على طول مثلا يجي ينجح يعني موضوع سهل وبسيط واحكي لكم قصة حصلت معاينا شخصيا انا لما امتحنت النيبوش اي جي في في الهند كان امتحن معاي يعني واحد من زملائي اللي امتحنوا معاي واحد هندي الهندي دي يا شباب فقط يعني بلغتنا كده بنقول خريج ثانوي ما عنده شهادة جامعية ولا درس جامعة انا بعرف معرفة شخصية الشخص دايا الان موجود في قطر وشقال في مجال السيفتي ليس لديه شهادة جامعية فقط خريج بتاح ثانوي طيب عمل شنو انا لما جي سجدت في المحهد وكنت داير امتحن وادعرفت عليه كده عرفت ان الشخص دا له خمسة اشهر جاعد في المحهد جاي من ولاية تانية تقريبا جاي من دلهي او ممبي وتيفر يعني ومؤجر له قرفة جنب المحهد خمسة شهر الشخص دايا بيقرأ في النيوش بيحفظ الكلام مرات بيمشي للأستاذ بيشرح له وتيفر والحمد لله دخل الاختبار ونجح يعني انا بنذكر كان لما نجحنا الباتش بتاعنا كان فيه كذا واربعين شخص نجحنا فيه ثلاثة اشخاص انا صاحبي قلت لك له خمسة شهر دايا كان بيقرأ في النيوش بالاضافة الى شخص اخر والحمد لله والفضل لله يعني كان انا جبت من اعلى الدرجات من ضمن الزملاء بتاعني نجحنا ثلاثة بقية الاشخاص جزء منهم نجح في IG1 IGC1 جزء فقط نجح في GC2 جزء فقط نجح في GC3 وهكذا فالشاهد من الجصة يا شباب ان طريقة الامتحان اتغيرت طيب برضو انا لسه ما جاوبت على السؤال هل بيقى سهل ولا بيقى صعب انا جوابي على السؤال ده بجملة واحدة السهولة والصعوبة موضوع نسبي ليه نجاحك يعني انت باختصار بتزألني السؤال ده عشان تقول لي يا اخي انا لو امتحنت هنجح ولا لا بقول لي يا اخي نجاحك في امتحان الني بوش اوب بوك اجزام بيحتمد على حاجتين الحاجة الاولى انك تقرأ تفهم السيناريو والاسئلة بطريقة صحيحة ما قلت ليك زمان بيزألك ازئلة انت بتكون حافظ الاجابة بتكتبها الان الوضع تغير بيديك سيناريو وبيسألك من السيناريو فبالتالي انت لو حافظ ما فاهم ما حيفيدك بشي ليه لانو الاجابة موجودة في السيناريو اللي فوق ليك دي فانت لازم تكون فهم السيناريو فهم الاجابة فهمت الازئلة عرفت المطلوب الموضوع بالنسبة ليك سهل وبسيط جدا الحاجة التانية اللي بيحتمد عليها نجاحك انه يكون عندك المغدرة انك تربط الاجابات بتاحتك بالسيناريو بالطريقة الصحيحة المناسبة يعني لازم الاجابات بتاحتك تكون من السيناريو تكون مربوطة بالسيناريو فلو فهمت النقطتين ديال وصدقني والموضوع بيحتمد على المدرب بتاعك المدرب اللي بيدربك الدورة هو اللي مفروض يدربك هو اللي مفروض يشرح لك انه كيف انت بعدين تجاوب على الاختبار يعني انا الان بتفاجأ جدا لما نجيني واحد يقول لي انا اخذت الدورة والله يا واشماندس خالد ممكن ترسلي بعض الاجوبة للاختبارات كيف الكلام دي انت ما اخذ دورة نيبوش اي جي سي معقولة ما احلوا معاك اختبار اختبارين تلاكة يعني انا اقل الشيء بيحل مع الطلاب 3-4 امتحانات فالمدرب بيلعب دور كبير جدا في الموضوع دي وللأسف معظم المدربين ما قاعدين يحلوا الامتحانات ما بوضحه للشباب اللي هو كيفية الاجابة على امتحان على مدى فهمك ومدى استيعابك للسيناريو وللأسئلة اللي موجودة في ورغة الاجابة طيب صراحة انا حاسي انه الوقت ماشي انه يكون طويل فدار رشوف هل انه انا بقدر طيب طيب يا شباب انا عندي خيارين الخيار الاول انه اوقف الفيديو دي هنا والخيار التاني انه انا واصل المشكلة انه لو واصلت الفيديو هتكون مدته اكتر من ساعة اول حاجة دي انا ما عاوز انه الشخص الفيديو لما تكون مدته طويلة جدا نوعا ما ممكن انت تميل من الفيديو فعشان كده ان شاء الله انا هحاول اوقف هنا وان شاء الله في الفيديو اللي جاي اللي هو البار 3 about how to prepare yourself for IGC OBE حاواصل بقية الاشياء ولي من ضي ما ذكرت حادي كم بعض الامثلة واوريك كيف تجاوب على المثال دي وحاوريك الفرج ما بين امتحان النيبوش الغديم الحالية فان شاء الله يا شباب حا اجي فينا وممكن في الفيديو جاي نجي نواصل واخيرا نشكر ليكم حسن استماعكم اي شخص كمل الفيديو دي الى النهاية نشكر ليه وحسن الاستماع ويا ريت يعني لو تدعمنا باي ملاحظة او تعليق انت شايف انه ممكن يفيدنا في تطوير الاشياء اللي نحنا بنعمل في هدية ونحنا دائما يعني بدعمكم لنا قاعدين نستمر في عمل الفيديوهات المجانية دي اخيرا ليس اخيرا عندك اي سؤال واستفسار اكتبوا لنا في التعليقات وان شاء الله سنرد على سؤالك و الى ان نلتقي في الفيديو القادم واخيرا وليس اخيرا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا